موسيقى موسيقى مشاهدين أهلا بكم في عدد جديد من برنامج الساعة الاقتصادية والذي سنتناول في جزئه الأول اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم أمس وتناول عدة نقاط على غرار مشروع قانوني تعلق بالغبات وثروة الغبية عروض تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاولاتية وتدابير متعلقة بحامل شهادة الماجستر والدكتورة بعنوان السنة المالية 2023 وواقع وأفاق المدارس العليا للتعليم العالي ونقاط أخرى متعلقة بقطاع المناجب لمناقشة مختلف هذه النقاط أسعد باستضافة السيد هوري تغرسي الخبير في الاقتصاد والمالية أهلا وسلم بك سيدي شكرا وبركاته فيك العفوة إذن هي عدة نقاط هامة تناولها مجلس الوزراء يوم أمس ربما لو ننطلق من التعليم العالي توظيف الأساتدة المتحصلين على شهادة الماجستر والدكتورة وحتى إعادة النظر في القانون الأساسي لأساتدة التعليم العالي تفضل سيدي غرسي طبعا مهم جدا لأنه نحكو على منظومة اقتصادية متكاملة ولكن لا يمكن طبعا الحديث على منظومة اقتصادية وعلى طبعا التنشيط وخلق الفروة في الاقتصاد دون الحديث على قطاع التربية وتعليم العالي مع أنه سيدة الجمهورية نظن أنه كل الأساتدة فرحوا خاصة بهذا طبعا القرار لممكن إعادة النظر خاصة في القانون الأساسي بالنسبة للأستاذ طبعا الجامعي مهم جدا حتى يكون الأستاذ طبيعي أو من طبقة متوسطة على الأقل لأنه شفنا أنه تهوي الأسعار في المراحل القادمة السابقة عفوا وشفنا انخفاضات بالنسبة للتذخم كذلك نظن أنه حتى الأستاذ الجامعي ولا تقريبا من طبقة السفلة هذا كيف يمكن حتى الزيادات لا تكفيش في كثير من الحالات ينبغي طبعا تحفيز الأستاذ لطبعا يكون مثل بالنسبة للتعليم والبحث العلمي نظن حتى بالنسبة لهذا فيما يخص الأستاذ الدايم اللي موجود في القطاع ولكن بالمقابل هناك طبعا كثير من حميلي شهد الدكتورة والمجسر اللي عانوا في السنوات الماضية عندهم تقريبا أكثر من عشر سنوات وهم يطالبوا في هذا الحق بالنسبة لهم لأنه هناك غموظ فيما يخص المنظومات الشريعية هل طبعا حقية ولا عندهم الحق ما عندهم حق نظن أنه وجب طبعا تنظيم هؤلاء طبعا الحاملية هذه الشهادات علاقة طبعا الدراسة ونعم كان رئيس الجمهورية أكد بأن هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام كبير وطالب بمراجعة أجورها يعني أجور أستاذة التعليم العالي والبحثين الجمعيين على اختلاف درجتهم العلمية أكيد لأنه نشوفه لو يوصل حتى وينوصل لمستوى اللي هو مستوى أكبر درجات في قطاع التعليم العالي ومتقاعد طبعا ما الحقش إلى الطبقة المتوسطة لأنه شفنا طبعا غلاء الأسعار شفنا أنه هذه منظومة دولية في الحقيقة مش فقط في الجزيرة ولكن ينبغي تفعيل هذه الشريحة للولوج أو للوصول إلى نوعية طبعا أو نوعية فعالة في المجتمع لازم نخرج لأنه نخرج كميات كبيرة من المجتمع كل صراحة من الجامعات سنويا تقريبا 300 ألف طالب اللي يخرج نظن أنه العدد الطالب في الجامعة تقريبا 1.7 مليون وبتري أنه حتى هذه النوعية لم ترقى إيذاء هذا المستوى لأنه لم نوفر طبعا كل الشروط للأستاذ الجامعي للقيام طبعا بالبحث ولتوفير الإمكانيات بالنسبة للقاطع التعليم العالي شفنا أنه مؤخرا حركية بالنسبة لهذا القاطع خاصة في تفعيل الاقتصاد من خلال مؤسسات الناشئة ومن خلال طبعا الفكرة الموجودة على المستوى الجامعية والجامعة بالمقاولتية ولكن لا يمكن أن الحديث طبعا على نوعية رفيعة من نسبة للمقاول أو بالنسبة للمؤسسات الناشئة وانت طبعا منظومة قانونية أو منظومة بيداغوجية ضعيفة ضعيفة نظرا لضف الإمكانيات بالنسبة للأستاذة ضحف طبعا الهيكل على مستوى المحلي ضحف الخدمات المقدمة سواء بالنسبة للأستاذ سواء بالنسبة للطالب رغم أنه هناك إمكانية كبيرة تضخها الدول التي تعنا في سبول طبعا تحسين مناخ الدراسة وتحسين نوعية الطلبة ولكن ينبغي تنظيمها في المراحل القادمة بأقصى تقدير لأنه نحكي على خدمات الجميعية الموجودة سواء بالمبيد سواء بالنسبة للمداخيل لأنه نطيق مثال فقط أنه طالب يحسب من شعار في الحلق من تاعه بالنسبة للطالب شهريا ولكن كثير من الطلبة ليسفادوش من الجنب هذا ليسكنوا في المنطقة المحلية ليس عندوش مياباش ليس مركبش كذا إذن ينبغي طبعا توجيه وتحسيص الطالب بمسؤولية كذلك ما أنتا ما نقدرش نوفر السكن طبعا طروري أنه نعطي للطالب نحرر العملية أكثر وطالما نحرر العملية ما أنتا مرتبطة بتسيير المال العمومي لأنه إشكالية في الخدمات الجامعية وهي طبعا المال العمومي وأعدم تسيير هذا المال بطريقة طبعا شفافة سيد رجموليو ومن خلال كثير من القرار شفناها شفنا حتى في الفساد الذي كان موجود في الخدمات الجامعية في المراحل السابقة نظن أنه ينبغي توضيح الرؤى ويطاع نظرة استراتيجية بالنسبة للجامعة وليس كل أستاذ الحمد لله هذا القرار نحييه طبعا سيد رجموليو بهذا القرار ولكن ينبغي كذلك النظر إلى الطالب والعامل في المراحل القادمة على حد سوى نعم هناك نقطة أخرى أيضا وردت في اجتماع مجلس الوزراء وهي إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم والتنمية المقاولاتية وهي نقطة مهمة جدا نشوف فكرة اللي كان موجود في السابق لأنه شاهدنا أرقام كبيرة كان موجودة وشاهدنا طبعا فساد فيما يخص الوكالة في المراحل السابقة هناك بعض المشاريع التي لم تنجز هناك بعض المشاريع التي لم تنطلق هناك طبعا بعض المشاريع التي تم فيها الرشاوي ولا في الجانب هذا نظن الإرادة السياسية من طرف دولة موجودة لتحسين مناخ هذه الوكالة لأقل لأنه شفنا رؤى في المراحل السابقة أنه الأموال التي موجودة في الوكالة والصندوق الوكالة يعتبر كصندوق نظن سيدة الجمهورية أنه كمنظومة اقتصادية ولكنها ستكون صعبة بالنسبة للمجتمع أو بالنسبة للمواطن البسيط اللي ممكن عنده فكرة في خلق المجتمع نظن الجمهورية كان رفضة طبعا ذلك في مجالس الحكومة في مجالس الوزارة في عدة مرات نظن المرحلة وهو إصلاح بالنسبة لهذه المنظومة واللي عنده إشكالية قانونية كان ذكرها سيدة الجمهورية هناك جهات مختصة تتعامل مع العملية ولكن بالوزارة تدخل في هذه المشكلة وتغرق في هذه المشكلة وتقريبا خلينا نقولك تقريبا حوالي سنة للوكالة هذه تقريبا تموت وقفة لأن الناس نحكو على منظومة ومناخ استثماري مهم جدا وشفنا القرارة التي صدرت من طرف المجلس الوزارة ولكن هذه الوكالة لم ترتقي إلى المستوى ولم تتم إصلاحها بشكل طبعا عميق نظن أنه القرار هو السيدة الجمهورية يريد على الضغط بطبعا التحفيز والاستثمار وخلق المؤسسة ويجب أن تكون طبعا نعم هي اقتصادية ولكن الجانب الاجتماعي هو مهم بالنسبة للدولة الجزرية بالنسبة لي خلق الضروة بالنسبة لي خلق المؤسسات الوطنية بالنسبة لي توفير المناصب العاملين أنه اللي أحكمناها صندوق اللي يمكن طبعا أن يتحصل على المؤسسة هو صاحب طبعا الفكرة وصاحب طبعا الجزء من المال اللي ممكن يساهم فيه هو صاحب طبعا أنه رح نعطي لها ربحية مباشرة نظن أنه الهدف بالنسبة للسلطات العمومية هو اجتماعية ثم طبعا اقتصادي ضروري أنه تكون اقتصادية كذلك نعم ماذا عن مشروع قانون يتعلق بالغبات والثروة الغبية أكيد لأنه شاهدنا في المراحل السابقة غبات متوفرة ولكن في كل مرة أنه القانون وحتى المديرية الغبات كانت في كثير محالات جدار طبعا منيع بالنسبة لحماية البيئة نعم ولكن نظن أنه كيف يمكن طبعا تغيير هذه الثروة وهذه الغابات إلى ثروة منتجة لأنه شاهدنا هكذا ثروة غابية موجودة ولكن لا ينتاج ولا نظن أنه سيدة الجمهورية من خلال هذا القرار كيف طبعا يمكن حماية هذه الغابات لأنه الغابات مرتبطة بالبيئة الوطنية وهي المتنفس حاصة مع مشكل الحرائق لكل مرة يعني تعيش الجزائر في مختلف ولايات الوطنية لأنه مرتبطة بالأكسجين هي طبعا المتنفس هي طبعا الصدر القوي بالنسبة ل البيئة بصفة عامة نعم ولكن يمكن استبدال هذه الغابات في بعض الحالات في بعض المناطق بثروة غابية أخرى منتجة لما لا طبعا ندير الحموض لما لا طبعا ندير الكارز لما لا ندير منتجات فعلية وتكون طبعا ثروة غابية ولكن دايما نحافظ على هذا المنح سواء تولي منظومة فلاحية وحتى منظومة غابية بشوفرنا طبعا هذا الهواء النقي نظن أنه الفكرة هي مهمة جدا كيف يمكن طبعا توسيعة الأراضي الفلاحية في المراحل القادمة واستعمال طبعا هذه الغابات وحماية الغابات ولكن يوم بغي إعادة النظر فيما يخص عملية التجدير نفس الشجرة كيف يمكن طبعا نوضع بعدها شجرة منتجة التي تخلق طبعا إنتاج التي تخلق ثروة التي تخلق طبعا مناصب العمل وشفنا أنه في كثير من الحالات في المشاريع طبعا ولاية لما توصل الموافقة بالنسبة لقطة الغابة يرفض طبعا تماما هذا القرى نظن أنه يجب أن يكون عمل وزاري لأنه الغابة هي جزء من وزارة القطاع الزراعي ينبغي طبعا إيجاد حلول ولكن حلول المنطقية مقبولة أن لا تمس هذه الغابات لمشاريع اقتصادية وقراء يجب طبعا تكون دائما هذه الغابات إلا في الحالات النديرة يجب أن تحافظ على طابعها البيئي وطابع يريده السيد الرجم وطابع لإنتاج الفلاحي لخلاق للثروة وخلاق مناصب العمل وخلاق طبعا من داخل وطنية نعم ماذا عن قطاع المناجم سيد دارسي قطاع المناجم بكل صراحة نكون صراحين أكثر ما زلنا نتراح في مكاننا لأنه لما نشوف الأفكار ولمن نشوف المنتجات تقريبا عنا سنين وثلاثين مادة نستغل فقط 18 مادة إذن كيف يمكن الحمد لله أنه منطقة مثلا غارج بلد تنطرقت ولكن بالنسبة لي أميزور بالنسبة لي الفضة وبالنسبة لي النوحاس وبالنسبة لي عدة مواد عنا مواد موجودين مثلا في الصحراء الجزرية في برج عمولدينس بالنسبة لي الرخام نحكي عليه السيدة الجمهورية في مجلس الوزراء السابق نظن أنه كيف يمكن التسريع في العجل لأنه موش معقول هو موش إدارة باش نسير 8 ساعات ضروري أنه عمل نشاط إنتاجي يمشي طبعا بيوتير 8 في 3 اللي هو 24 على 24 ساعة لتسريع في النشاط الإنتاجي بالنسبة لي هذه الثروة اللي طبعا قلنا نستغل فقط جزء بسيط من خلال هذه الثروة ضروري أنه نحرك هذه القطاعة باش تعطينا أكثر ثروة تعطينا أكثر مداخل وتعطينا أكثر قدرة شرائية بالنسبة لي المواد نعم الخبير في الاقتصاد السيد هواري تغرسي شكرا على هذه التوضيحات ولكن ابقى معنا في الجزء الثاني من برنامج جساع الاقتصادية والذي سنتناول فيه المؤتمر مؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة بعد فصيل قصير مشاهدين أهلا ميكم في الجزء الثاني من برنامج الساعة الاقتصادية حيث ستحتضن الجزائر ابتداء من يوم غد طبعة التاسعة لمؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة تحت شعار بوابة إفريقيا للصناعة والزراعة والتجارة الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير كايد وستعرف هذه هي طبعة مشاركة ملايقل عن 650 متعامل اقتصادي من مختلف دول العالم وينتظر منها الكثير ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة سيد عاهد سميح الرجبي عضو ممثل غرفة صناعة الأردن وعمان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة أس أم إيز بالأردن أهلا وسهلا بك سيدي وشكرا على تلبية الدعوة أهلا وسهلا فيك ألعفو كما أرحب مجددا بضيفي في البلاتو والخبير في الاقتصاد السيد دهوري تيغرسي وهو ممثل أيضا عن المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أهلا بك مجددا شكرا على تلبية الدعوة شكرا على تلبية الدعوة ألعفو مرحبا في الجزائر مرحبتين إذن قبل أن نبدأ في النقاش نتابع هذا التقرير ونعود للبلاتو بمشاركة ما لا يقل عن 650 متعامل اقتصادي من مختلف دول العالم تحتضن الجزائر الطبعة التاسعة لمؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة بفندق الشراطون بالعاصمة يومي ثلاثاء والأربعاء السادس والسابع عشر من مايا الجارية تحت الشعار بوابة إفريقيا للصناعة والزراعة والتجارة يهدف هذا المؤتمر المنظم من قبل المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير إلى إشراك الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في تنمية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات لسيما نحو الدول الإفريقية تمشيا مع السياسة الاقتصادية للبلاد ومن بين النقاط التي سيتم التطرق إليها خلال المؤتمر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ودورها في تعزيز الاستثمار والتجارة البينية هذا مع مشاركة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسينبانك الذي سيلعب دورا بارزا في ترقية الصادرات بين الدول الإفريقية وإعطاء ضمنات للمصدرين لتحويل العملة كما ستشهد هذه الطبعة من المؤتمر توقيع 30 اتفاقية وتنظيم أكثر من 400 لقاء ثنائي بين مؤسسات جزائرية وأجنبية بهدف إبرام شراكات في مختلف المجالات واستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر لسيما في ظل التسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثماري الجديد إذن سيد سميح رجبي ما هي رؤيتكم لمؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة الذي سينطلق غدا بالجزائر الرؤية أنه أنا يمكن هذه المرة الثالثة اللي بيشارك بنفس المؤتمر ومنبني عليه آمال جيدة إن شاء الله لعملية الترابط من الدول وبين المؤسسات الاقتصادية سواء بأفريقيا أو بمنطقتنا سواء بالجزائر أو الدول المجاورة يعني الرؤية أنه نتأمل أنه يصير تطبيق لهالكلام اللي عم بيصير على أرض الواقع يعني لن نكتفي أنه بس بدنا نعمل وما نطبق نتمنى أنه الرؤية يتم تطبيقها وتسهيل أمور لإنسياب للبضائع سواء بين أفريقيا والجزائر والدول الأخرى أو سواء بين الدول العربية يعني أنا باعتقادي حسب الرؤية اللي احنا مشوفها أنه لازم يصير فيه تسهيل لعملية الإنسياب لتقدر تعزز الشركات لتقدر تعزز الشركات لازم يكون فيه تسهيل لهذه الأمور وأنه نفتح الأبواب على مصراعيها للتبادل للسلع بين هالدول سواء أنه فيه سلعة موجودة هون الدولة الثانية مش موجودة ننسي أنه هاي السلعة اللي موجودة بالدولة هي تروح للدولة الثانية كذلك الأمر الصناعات اللي موجودة بالدولة مثلاً لانيجي أنا بدي أيس على بلدي الأردن أنه عندنا إحنا صناعات يمكن غير متوفرة بالجزائر ليش أنا بدي أروح أجيبها من أي منطقة أخرى الأولى أني أنا أخذها من الأردن إذا هي مش موجودة عندي كذلك الأمر إحنا بالنسبة للأردن بالنسبة للصناعات الجزائرية إحنا فاتحين الأردن عمصراعي لأي سلعة جزائرية بدأت تدخل على الأردن بدون قيد وبدون شرط وبدون أي رسوم أو مصاريف نعم سيد تيغرسي هناك في المؤتمر سيعرف مشاركة ملايقيل عن 650 متعامل من مختلف دول العالم وليس فقط إفريقيا يعني كيف ترى ذلك قبل أن نذهب للتفصيل فيما قاله سيد رجبي عن ضرورة توفير تسهيلات وتفضل أكيد طبعاً الإمكانية موجودة حتى بالنسبة للقوانين موجودة لكن الكلمة اللي قالها الأستاذ هو الإنسيابية من تتبسيط فيما يخص طبعاً الإجراءات لتحقيق هذه التكامل أو التبادل على الأقل نبدأ في المرحلة الأولى التبادل التجاري بينها طبعاً الجزائر وبينها خاصة أن المشروع في المرحلة القادمة كيف يمكن التوفيق بالنسبة للولوج إلى إفريقيا لأن الدول العربية نظن تقريباً كل القوانين وكل تسهيلات موجودة فقط الإرادة السياسية نظر موجودة في الجزائر هناك نظن من المرحلة الأخيرة شفنا قرارات مهمة بالنسبة للدول العربية نتمنى أنه تعطي طبعاً نتائج مهمة ولكن بالمقابل شفنا في هذه المرحلة طبعاً مشاركة تقريباً كل دول العالم عن تأمين إفريقيا تقريباً رغم أنه المؤتمر هو مؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة هو عنوانه ولكن الحزب نحكم المركز هو عربي إفريقي معاً كيف يمكن المؤتمر المنظم المركز المنظم هو عربي إفريقي عربي إفريقي لأنه في هذه طبعاً يمكن يحكي على موضوع معين كيف يمكن التوجه طبعاً إلى إفريقيا كيف يمكن تحقيق الاستثمار في إفريقيا الغير مستغلة لما نحكي على التبادلات التجارية الموجودة مثلاً في إفريقيا 16% لما نحكي على التبادلات التجارية الموجودة بأوروبا وتحت أسيا أكثر من 60% كيف يمكن طبعاً هناك نية بالنسبة للسلطات العمومية من خلال استثمارات العديدة بالنسبة لإفريقيا سواء بالنسبة لطريق الوحدة الإفريقية أو بالنسبة لطبعاً حتى الأنبيب الغاز حتى عدة مشاريع للولوجة الإفريقية ولكن من المقابل كيف يمكن توفير هذا المناخ لأنه أول حاجة بالنسبة للمناخ هو هذا الملتقى هو هذا اللقاء ليمكن طبعاً معرفة ما هي إمكانيات الأردن بالنسبة لعملية التوريد للجزائر وماذا يمكن طبعاً الإمكانيات الموجودة في الجزائر نوردها للأردن بنفس المنطق رح نشوفه طبعاً موجودين حتى بالنسبة لأوروبا كانت تقريباً سبعة ممثلين وسبعة متعاملين من أوروبا موجودين لسبعة دول حتى بالنسبة لأمريكا كذلك حتى أسيا إفريقيا تقريباً كل طبعاً القارات موجودة في هذا اللقاء ستمية وطبعاً خمسين متعامل إقتصادي منذن طبعاً ثلاثين أو أكثر من ثلاثين وننتظر الحاجة الإيجابية هناك اتفاقيات كيف يمكن تفعيل اتفاقاته ولكن بالاتفاقيات ليس بنفس الاتفاقيات اللي شفناها في المرحلة السابقة وتبنى على أساس ولم تستغل لما نحكو على الاتفاقيات المبرومة مع إيطاريا معات كثير من دول ولكن عدم تفعيل نظن اليوم قضية الاتفاقيات موجودة بين مؤسسات ومؤسسة بين متعامل ومتعامل من شأنها أنه تعطي أكثر إيجابية لما نشوفه القطاع الخاص لأنه كيف يمكن طبعاً تفعيل دور القطاع الخاص وتذليل هذه العقابات للأستاذ كني أحكي عليها للوصول إلى هذا المستوى لأنه نحكو على مبادلة تجارية بين دول عربية مثلاً ضعيفة بما أنك تتحدث عن المبادلة التجارية ربما يعطينا سيد رجبي أرقام حول حجم المبادلة التجارية بين الجزائر والأردن يعني إلا نكون صدقين بيستحي الإنسان يقول عن عملية التبادل الأرقام بسيطة جداً بين الأردن والجزائر إحنا الأردن طبعاً الموقع تبعه بيقدر يكون مفتاح للخليج العربي ولسوريا وللعراق طبيعة الحال هالمنتجات يعني بنقدر هنا والجزائر تكون مفتاح للمنتجات الأردنية لتقدر تدخل على أفريقيا هذا بتصير في عملية تعاون كامل بس للأسف إحنا عم فيه عندنا اتفاقيات بس لا تطبق الاتفاقيات مجمدة محطوطة بالجوارير نحن نتمنى أن هالاتفاقيات تطلع فوق وصير تتنفذ بس تتنفذ بإنسيابية وبشفافية بعطيات تفوق لصالح كل الدول العربية نحن منتأكيCoV2 أفريقي على الحدود نقدر نستغل هذه الاتفاقيات لصالح الطرفين رابع رابع بس للأسف مؤتمرات كتيرة والتفاقيات كتيرة نتأمل انه تم تفعيلها وتطبيقها احنا بالأردن ان شاء الله احنا اتفاقية مشتركة بين الأردن وبين الجزائر موعدين انه اللجنة المشتركة بخلال 20 يوم بأوالي الشهر القادم تحضر من الجزائر على الأردن حتى نفعل هاي الاتفاقية لانها مجمدة الاتفاقية نايمة بدنا صحيحها وبدنا احنا نطبقها لماذا لا تفعل مثل هذه الاتفاقيات شوف الاتفاقية موجودة في الجزائر سواء من اسم الأردن حتى الدول الأوروبية ولكن في كثير من حالات انه عدم وجود مبادرة من المؤسسات مؤسسات سواء كانت المؤسسات العمومية سواء كانت المؤسسات خاصة وفي بعض الحالات انه هناك طبعا شروط موجودة في عملية الاتفاقية لم تفعل هذه الشروط مع انتها كانت تخفيض بالنسبة لي اللي نحكو عن تبادل تجاري ما بين البلدين قالت تخفيض ولا عندك امتيازات كذا ولكن في الواقع لم تفعل هذه الامتيازات اللي تكون موجودة في ما يخص الاتفاقية ولكن بالمقابل هذه الاتفاقية كانت اتفاقيات على الشكل تقريبا افوقي لانه ليش على مستوى لم طبعا تابط هذه الاتفاقيات على مستوى المؤسسات العمومية نعطيك مثال هناك بين الجزيرة وإفريقيا وإيطاليا مثلا اتفاقية بينها اتفاقية مثلا في قطع الصناعة اذا الجزيرة عندها امكانيات خامة مهمة فيما يخص الجلود ولكن الى يوم شفنا ايطاليا هناك مؤسسات في الجلود في اعلى مستوى نحتاج الى شراكة نحن عن الموض الخام ايطاليا عندها طبعا تيكلوجيا كيف يمكن تفعيل اذا هذه المبادرة وهذه المصارات قلها المصارات البيروقراطية الموجودة وابتري انه من هذا اللقاء نقطة ايجابية انه هناك وجود بنوك افريقية مثلا عندما نشوف البنك الافريقي التصدير والاستيراد الهدف منه انه يعطي طبعا دعم ويعطي تمويل بالنسبة للعمليات المبادرة التجارية موجود مثلا البنك الافريقي للتنمية ونحن في الجزيرة طبعا نساهم في كل هذا البنوك ولكن ما نعافش نساهم منها ما نقدرش لكثير من المؤسسات اللي ما تعرفش اصلا انه هناك بنك افريقيا حتى بالنسبة للبنك العربي اللي استمار في افريقيا مع انت كيف يمكن الولوج هذا البنك مرافقة للمستثمرين هو يحكي لك نقطة مهمة جدا دور واقع الجزيرة وموقع الجزيرة الجغرافي المهم بالنسبة لفريقيا شرط شرط انه المبادلة تكون بين الدول العربية وحتى بالنسبة للدول الافريقية تكون كمان طيقة عبور بالنسبة لفريقيا وبالنسبة لدول العربية ولكن ينبغي طبعا هذه الاستغلال سواء بالنسبة لتوريد المنتجات الاردنية وحتى العربية وحتى بالنسبة لفريقية نشوف انه الامكانيات الافريقية غير مستغلة تقريبا تماما أو مستغلة بطريقة استعمارية من خلال موود الخام لأنه نحكي على أملة التجارية كيف يمكن طبعا تفعيل الاستثمار في هذه المناطق لأنه شفنا طبعا الأرباح جد معتابرة بالنسبة لإفريقيا عكس طبعا الأرباح وشفنا طبعا الصناديق العربية اللي هي في عالم واحد آخر غير طبعا المستعملة في الدول العربية لترقية الدول العربية من بينها الجزير والأردن وكثير من دول هذه كيف يمكن طبعا تثمين هذه الإمكانيات المالية المتوفرة نحكي على تريليونات من الأموال الموجودة في السناديق الربحية في دول الأوروبية وحتى في الدول الأخرى طبعا ولات الضعيفة المردودية تالأموال هذه ضعيفة المردودية في الدول طبعا العربية أو الدول الإفريقية رح تكون طبعا مردوديةها طبعا أعلى مقارنة معها نظن أنه هناك نية في الدول العربية من خلال قرارات مهمة مؤخرا ولولوج إلى أفريقيا ودول العربية نعم بما أنه معنا السيد درجبي وهو عضو ممثل عن غرفة صناعة الأردن وعمان هل يمكن أن تعطينا أهب الصناعات الموجودة في الأردن وكيف يمكن للجزائر الاستفادة؟ نعم تفضل أبل كل شي على موضوع التمويل أنا أبدأ أحكي هنا من ناحية أس إم إيزي وهي الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نعم هاي الشركات لما بتنوجد أول دعم إلها أن تفتحي لها الأسواق بدأت كل الأسواق مفتوحة على بعضها لما بنوجد عنده أسواق بيصير بدأت تمويل لا يقدر يكمل ويختلق هذه الأسواق بس للأسف إحنا بعالمنا العربي إحنا عاملين أسواق مغلقة على بعضها بكل الدول العربية كل دولة مغلقة على نفسها ما بيحاولوا يستغلوا أن يعمل التكامل الاقتصادي التكامل الصناعي إنه إحنا مثلا والله في الأردن مشهور بصناعة مهمة ليش ما أنا بيكون في تعاون مع الجزائر مثلا بهاي الصناعة أني أنا أصير تنفيذ إلى هون كذلك الأمر الجزائر عندها صناعات مهمة إحنا يكون فيها تنفيذ بالأردن أنا مبكي كأردن بس الدول العربية بشكل عام الآن إحنا الصناعات المهمة عندنا بالأردن أهم صناعات الدوائية من أهم الصناعات وبعتقد إنه في نسبة كبيرة من المصانع اللي هي موجودة بالجزائر هي صناعات أردنية المصانع الأدوية في عندنا إحنا الصناعات الكيموية اللي بتتعلق كمان بموضوع الأسمة دي والأمور اللي بتتعلق بالزراعة في عندنا الصناعات اللي هي المواد الغذائية عندنا صناعات غذائية إحنا الحمد لله يعني قدرنا نصل لعديد من الدول وأخذنا سمعة طيبة فيها بالصناعات الغذائية كأردن أيام الكورونا إحنا استطعنا المنظفات والمواد التعقيم يعني كل الدول إن أطعت منها إحنا كنا نصدرها يعني تصوري إنه أول ما بلشت قصة كورونا كان ينتج عندنا باليوم يمكن عشر تلاف كمامة بس مضى فترة بسيطة صننا كل يوم ننتج خمس ملايين كمامة ونصدر للهوة الأخرى فيه إمكانياته فيه إمكانيات للتعاون الاقتصادي بين الأردن وبين الجزائر جزائر بلد بترولي فيه عنده مقومات يمكن إحنا عنا بالأردن هذا الحكي مش موجود يمكن عنا إحنا اللي هو الفوسفات موجود كمادة أولة يتصدر بس فيه عندنا صناعات متعددة يعني مثلا أنا بالنسبة للصناعات البلاستيكية اللي هي صناعات تحولية استطعت إني أصدر لأربعين دولة بالعالم أنا عم بصدر من الأردن لأربعين دولة معناته أنا إنه فيه إمكانيات إنه نقدر نصدر مع إنه الكلفة عالية كلفة التصنيع عندنا بالأردن عالية بس إقدرنا بالإرادة وبالتصميم إنه نصدر يعني لأوروبا نصدر لأمريكا نصدر للعديد من الدول عندنا احنا صناعات كتير يعني هلأ اللجنة المشتركة اللي بده تطلع لعمان راح نبحث نحن وياهم اول شي انه نحاود نحيي هالاتفاقية اللي هي صالها فترة طويلة نايمة ميتي نفعلها فيه اشياء سلبيا نلغيها اشياء ايجابية نفعلها اكتر ونعطيها الباور اللي نقدر يستفيد الجزائري ويستفيد الاردني من هاي الاتفاقية يعني خليها تكون رابح رابح للطرفين في صناعات عنا بالاردن اذا عملت بالجزائر مطلوبة يعني لنكون صادقين احنا المنظفات اللي صناعات المنظفات في الاردن تصدر على فوق السبعين تمانين دولة ومن افضل وارقى النوعيات الموجودة نتأمل انه يصير تفاهم ويصير تقارب لوجهة النظر احنا كقطاع خاص نتمنى على القطاع العام اللي هي كحكومة انه هالامور هاي يذللوها حتى نقدر الجزائري يقدر احنا عرضنا عدة مرات كغرفة صناعة عمان على اخواننا بالجزائر تفضلوا اعملوا معرض صناعات جزائرية بالاردن بنساعدكم على اكمل وجه احنا بالاردن بعشرين شهر قادم راح نشارك بمعرض جزائر دولي ومعانا خمسة وعشرين شركة اردنية بعشرين شهر قادم في معرض اللي هو بدأ يصير في صافك خمسة وعشرين شركة اردنية مشاركين نتأمل نتأمل يعني واملنا بالله انه في امور كتير اللازم تتذللها العقبات اتجاهها المستثمر سواء الجزائري او الاردني لصالح الطرفين فيه امكانيات نعم سيد غرسي نقطة مهمة اثرها سيد رجبي وهي ضرورة تقريب وجهات النظر خاصة انه يعني امكانية كبيرة لدى الدول العربية لكن الاسواق تبقى مغلقة باش نبقوا فقط ضمن مؤتمر افريقيا يعني سيشهد تنظيم اكثر من 400 لقاء ثنائي بين مؤسسات جزائرية واجنبية هل يكفي ذلك ام ربما يجب تفعيلها تقريب وجهة النظر بشكل ربما اكثر اكيد لانه طبعا لم نحكوا على المركز العربي الافريقي لاستمر التطور هذا هو الهدف له كيف يمكن استقطاب طبعا كل المؤسسات وعقد طبعا لقاءات ثنائية ما عن تبيتو بين المؤسسات مباشرة ما كانش واسط في الجانب هذا الى جانب طبعا الاتفاقية ممكن نظن انه ستكون 30 اتفاقية بين مؤسسة منتجة ومؤسسة طبعا منتجة اخرى ما انت بين متعاملين اقتصاديين طبعا دون دخول ولكن بالمقابل جميل هذا لانه هذه المرة نحكوا على ثلاث نقاط الصناعة والزراعة كذلك والتجارة ما انت البداية بدأت بعملية تجارية اليوم طبعا نحن نشوفه بعملية صناعية من خلال اكتسابها خاصة التجارب وتحويل بالنسبة للتكنولوجيا انا حضرت لقاء لفات كان من بين اللقاءات كانت موجودة بين الاتراك والجزائريين يعني انت كيف يمكن تحويل هذه التكنولوجيا وعقد طبعا شراكة مع مؤسسات خاصة هذا مهم جدا حتى بالنسبة لمنظمة التجارة الحرة الافريقية الاتفاق امضية بين كل الدول الافريقية ولكن الى يومنا هذا كما قال الاستاذ ما زالت هناك علاقية بريقراطية ما زلنا نحصلين في دول المنشأ طبعا المنتج هذا اللي انه علاش لما نكون المنتج في بلد المنشأ اكثر من نسبة معينة يمكن طبعا تصدر المنتوج تتاعك ولكن عوضا نجبل المنتوج من منطقة اخرى وتسمي في دول المنشأ وتحول لعن لي نظن هذه عملية احتيالية نظن انه هناك تقاربات ولكن ينبغي طبعا تذليل العقابات واسطة بسيط العقابات سواء بالنسبة للجزار سواء بالنسبة لدول اخرى هنا شفنا طبعا المراحل القادمة نحكو على افريقيا طبعا كام لانه اللي شنقول افريقيا لانه الامكانيات الطبيعية الموجودة في افريقيا غير مستغلة لانه هذه الامكانيات غير موجودة في دول الحفر نعطيك مثال الكاكاو موجود في زهل عاج واحنا وحتى دول العربية ممكن ترى تجيبوا فيه من دول امريكا من غير المنطق انه يمكن انه نفتح طبعا المجال اللي استيراد الكاكاو في الجزار وتطبعا تصديره في المراحل القادمة يمكن طبعا نسمح الى كنقطة عبور مهمة جدا نظن انه حتى السلطات العلمية تفكر في الجزار كاخارطة مهمة جدا في المنطقة الافريقية القرب انتاحة من اوروبا القرب انتاحة طبعا من دول العربية القرب انتاحة من الولوج الافريقيا هي طبعا كموقع مهم جدا فقط يجب تدليل هذه العقابات نظن انه قانون الاستثمار مهم جدا لانه الحمد لله شاهدنا قانون الاستثمار يعطي منظومة رقمية لانه راح تسجل مباشرة انت في الوردن ممكن تشوف المشروع اللي موجود في الجزار وتسجل هذك المشروع وتشوف ممكن البعد ايام راح تكون منصة رقمية في العقار مثلا وتشوف العقار اللي ناسبك في الجزار وراح تشوف طبعا العقار وابتلي انه لاحظوا انه الاستقطاب الاستثمارات ينبغي تدليل العقابات للي العقابات سواء بالنسبة للجزار سواء بالنسبة للدول الافريقية سواء بالنسبة للدول العربية سواء لكل دول ولكن المقابل لانه المال جبان والرابح واللي طبعا يستقطب لانه لما يكون عندك مواد لانه قد ذكر نقطة مهمة جدا لما نشوفت موارد طاقة مدعمة في الجزار بهذه النوعية وبهذه الأسعار نظن نتخلي أي مستثمر أجنبي يتمنى طبعا تحقيق الاستثمارات في الجزار لانه تكلفة الانتاج بالنسبة لأي منتوج منخفضة طبعا جدا مقارنة مع الامتيازات اللي موجودة سواء بالنسبة لأمتياز الطبيعية وحتى الامتيازات طبعا المالية والجباية وينبغي فقط إشكالية البنوك ذكر نقطة مهمة جدا تمويل المؤسسات المالية بالنسبة لأعمالية الاستثمار سواء كانت المؤسسات الأجنبية ولاش نشترط على المؤسسة إلي عندها ابتكار وعندها فكر وعندها تكنولوجيا وحب تنتج كيف يمكن حتى المؤسسات المالية ترافقها في خلق الثروف الجزائر نعم ربما سيد رجبي عندك تعقيب على تعقيب على كلام الأخ الموضوع نحن نكون صادقين مع أنفسنا القوانين موجودة والاتفاقيات موجودة وكل الأمور اللي منتمنها موجودة بس للأسف الشديد لا تطبق ويوضع العراقيل أمامها نحن فيه اتفاقية التجارة العربية وفيه اتفاقية الحرة وفيه اتفاقية اللجنة المشتركة هذه الاتفاقية الثنائية للأسف الشديد هذا معيق أكبر معيق أوكي عم نركض بأيدينا وبرجنينا نعمل اتفاقيات ونعمل برامج ونعمل بس التطبيق لما بديجي تطبيق بتيجي دي كل شي فيه عراقيل إن وجدت قدامي بعمل إحباط بعمل إحباط للمستثمر اللي بيكون بدي يستثمر لما بواجهه هالإشي هذا بصير يعد المال جبان رأس المال جبان الإنسان بده يستثمر بده يكون مرتاح إذا ما كان مرتاح ما بيقدر يستثمر نعم أهم شيء إنه هالقوانين هاي هاي اللي بدينا نطالب فيه ونحكي فيه هالاتفاقيات هالقوانين نفعلها نفعلها الإشي اللي مش مناسب نقول لهم هذا خلاص إنه سكبوه على الجنب والإشي اللي مناسب نعمله بشفافية ونطرحه بكل أخوة بكل محا نعم بما أنك تحدثت عننا الاستثمار ما هي ربما القطاعات التي تهتمون بها كرجل أعمال في الأردن القطاعات التي تهتمون بها في الجزائر يعني نكون صدقين أهم القطاع كان القطاع الدوائي هلأ عم نحكي موضوع الأسمدة القطاع الأسمدة القطاع الكيمويات قطاع المواد التحولية يعني المواد التحولية أنا لا أكون صادق معك أنا بصنع أثاث بلاستيك أوت فرنتشر يعني كلها أثاث أنا موادي الأولية بجيبها من السعودية ومن الإمارات وبصنحها وبصدر لهم إياها بعد ما أصنحها بقدر أصدر لهم إياها بصدرها للعراق بصدرها لأربعين دولة الدولة الوحيدة اللي ما قدرتش أصدر لها الجزائر مع أنه أنا عملت سيرتش كبير المنتجات اللي بنتجها أنا ما في إلا شبيه بالسوق الجزائري لا أكون صادق معكم عملت خليت كلفت ناس لأنه عم بعمل كواليتي عالية كواليتي عالية ونوعية مش كل صناعة بلاستيكية يعني إنه لازم تدخل لا وقدرت أنا أدخل فيها كل طول عمر نستورد من إسبانيا وإيطاليا أنا عم بصدر لإسبانيا لماذا لم تستطع تصدرها إلى الجزائر؟ ما هو نرجع للكلام اللي حكينا قبل شيء المعيقات نعم المعيقات عدم تطبيق الاتفاقيات وعدم تطبيق القوانين اللي عم تطلع هذا هو أهم شيء ولا أنا أكون صادق معك يعني لما أنا بصدر للمكسيكي قدرت أنا أصدر مواد بتحجم وصلت فيها على المكسيك وصلت فيها على أمريكا وصلت فيها على فرنسا وصلت فيها إلا أنا بغصك لما بعد أذكر أنه قدرت أصفه وتيل إلا سوق الجزائر ما أردت أفوته مع أني أنا من بعشاء الجزائر وأرض الجزائر نعم نظر أنه كانت مشاكل موجودة في المرحلة السابقة خاصة التغيرات السياسية التي أثرت على كثير من منظومات في الجزائر نظر أنه الجزائر طبعا مقبلة من خلال قانون الاستمار من خلال تدليل العقابات من خلال كثير من الأمور من خلال رقمنا حقيقية بالنسبة للجزائر نظن أنه المرحل السابقة ولما تكون عندك اتفاقيات ولما تكون شاركة مع الدول ومعه طبعا كثير من المتعاملين الإقتصاديين ممكن جدا توضير حوالي لأنه من غير المنطق أنه أردني ما يقدرش طبعا يصدر الجزائر ولكن بالمقابل شفنا أنه كل الأتراك موجودين في الجزائر هذا طبعا نقطة استفام كيف يمكن أنه هناك في نقطة حساسة تركيا عم يصدر للجزائر مش عم يصدر ما عم يصدر إحنا منحكي كتصدير أو يمكن بعض السلع يكون فيه اتفاقيات إحنا ليش هلأ من طالب وطلبنا اللجنة المشتركة والراح تتوجه للأردن خلال عشر تيام اللجنة الجزائرية لتفعيل الاتفاقيات وشير ضبابية عنها هللي مش مناسب نحوه على جنيب واللي مناسب فعلوه ولكن بالمقابل نظن أنه المراحل القادمة شفنا أنه إصلاحات عديدة حتى في قطاع الجمارك حتى في قطاع لما نشوف المشاريع القوانين الموجودة على مستوى البرلمان الهدف منها دائما هو تذليل العقابات كل راغب في الاستثمار في الجزائر على مستوى الجمارك سواء على مستوى القطاع المالية الأخرى نظن أنه الهدف هو تفعيلي أنه ورثنا في منظومة سابقة نوعاً ما بيروقراطية نظن هذا الهدف في المراحل القادمة نظن هذا اللقاء يعني هذا كمان عندنا تفكير كامل أنه نعمل مشاريع في الجزائر يعني أنا من الناس اللي صار عندي تفكير بعد ما غيروا قانون الاستثمار وسمحوا أنه يكون 100% بدل 49% عن صار عندي تفكير جدي 100% وهذا راح يكون بالمرحلة القادمة إن شاء الله أني أحل مصنحهم بداخل الجزائر نتمنى ذلك طبعاً ويصير منتج موجود إنتاج جزائري أكيد أنا كاقتصادي أني نشير عليك أنه الجزائر مهمة جداً في المراحل القادمة وخاصة بالنسبة للمناطق الصناعية من خلال طبعاً مناطق حتى بالنسبة للعملية الزراعية كذلك نعم نشوفنا أنه مناطق مهمة في الجزائر نظن أنه حتى بالنسبة لمردودية الإصمار في الجزائر مقارنة مع المواد التي تدخل في العملية الإنتاجية مخفضة جداً مقارنة مع هذه الدول فقط هناك إجراءات التي ممكن الهدف منها هو تذليل هذه الإجراءات في المراحل القادمة ورح طبعاً تكون السيولة وتكون الإنسيابية لعملية الإصمار وهذا هو اللي يوقف عليه رئاسة وخاصة رأس جمهورية من خلال المرافقة اليومية كنا حكينا مقبل على مخرجات مجلس الوزراء في كل 15 يوم تتم مراقبة العملية أين تم التوصل إلى هذا المشروع الهدف طبعاً منه وتحسين المناخ أو الجو العام بصفة عامة نعم لو نعود فقط لمؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة الذي سينطلق غداً سيتغرسي ربما من بين النقاط التي سيتم التطرق إليها هو منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية ودورها في تعزيز الاستثمار والتجارة البينية أكيد طبعاً لأنه قلنا أنه فرصة فرصة الإستثمار والامتيازات اللي موجودة في إفريقيا غير موجودة لأنه مشمة محبات بالنسبة للإفريقيا لأنه إمكانيات طبعاً طبيعية موجودة في إفريقيا وحتى بالنسبة لعملة الإستثمار سواء بالنسبة للجزائيين يعني تبقى إفريقيا هي قارة المستقبل طبعاً أكيد لأنه حتى بالنسبة للحاضرين لأنه أتشوف تقريباً حوالي عشرين سفير ممكن إفريقيا موجود على مستوى الجزائر رح يعطوا ورح يوضحوا كثيراً فرصة الإستثمار طبعاً في إفريقيا نظر أنه فرصة بالنسبة للجزائر للوجوج إلى أو للتبدل التجاري في المراحل الأولى ثم طبعاً لأنه شهدنا كثير من المستثمين الجزائرين موجودين وجودين في مالي في منيجر في السينيغال طبعاً كثرة من المستثمرين الجزائرين نظن أنه ضروري أنه نبحث على فرص الإستثمار في إفريقيا من خلال إمكانيات قلت لك من غير المعقول أنه مواد خامة موجودة في إفريقيا نستورد هذه الموارد من طبعاً دول إفريقيا أو من دول أوروبية من غير المعقول مثلاً أنت رح تجيب الفرنسا الكاكاو والكاكاو موجود في في ساحل عاج نظن أنه حتى بالنسبة لإفريقيا وكذلك يعانوا من العلاقين اللي كانت البريقلاطية اللي موجودة نظن حابين يصدروا المنتجات الخامة على الأقل في المراحل القادمة وحابين يستخطاب بالنسبة لعملية الإستثمار طبعاً نظن هذا اللقاء وهذا الملتقى التعريف بالموارد الإفريقية في هذه المرحلة وطبعاً التعريف بالإستثمار في إفريقيا وكيف يمكن طبعاً الولوج في إفريقيا وتحقيق طبعاً الأرباح وفي مبدأ أو الشراب بالنسبة ل الطرفين نظن هو اللقاء أو ملتقى تقريباً عالمي ولكن على الأقل الوجهة في هذه المرحلة أو العنوان في هذه المرحلة إفريقيا كيف يمكن تحرير المبادرات الموجودة والإمكانيات الموجودة في إفريقيا نعم وسيكون المؤتمر أيضاً فرصة لمختلف المستثمري لإيجاد آليات وفرص للإستثمار سيد رجبي نأمل نأمل إن شاء الله إنه كل هالأمور اللي اللي هي بتعيق الاستثمار سواء هون سواء عنا إنه نحن نقضي عليها ونقدر نكمل نعم المسيرة لأن المسيرة مشتركة لصالح البلدين لصالح الجزائر لصالح الأردن لصالح الأمة العربية يعني لما الجزائر أنا أعتبر هي بوابة أفريقيا نكون صادقين بالنسبة للدول العربية بشكل عام لازم نستغل هذا الحقيقي لازم نستغله بطرق تكون قابلة للتنفيذ مش إنه بدنا بس نحكي وما نقدر ننفذ لا إن شاء الله من ننفذ نعم نتمنى نظن فقط كان نقطة مهمة جدا لأنه قال نقطة مهمة الجزائر بوابة أفريقيا طبعا البوابة أفريقيا ليس بالإمكانيات الوطنية ليس طبعا استيعانا بهذه المستثمرين واستقطاب خاصة التكنولوجيا لأنه من خلال مناطق الحرة لا لش بدنا مناطق حرة بدنا مناطق حرة في الجنوب وفي شمال وهدف منه طبعا ولوج هذا المستثمر إذن مهم جدا قضية استقطاب المستثمر الأجنبي وتدليل العقابات بالنسبة للمستثمر الأجنبي لأنه بكل صراحة هو تكنولوجيا لأنه كيف يمكن طبعا تحويل التكنولوجيا من هذه الدول عن طريق الشراكة حقية للولوج الإفريقية شفنا المناطق الجنوبية العشرة تقريبا مناطق حرة موجودة وانظر القانون تقريبا حاضر للعملية كيف يمكن إيجاد من خلال قانون الاستثمار من تسمينا المناطق هذه المناطق وانتيازات عن طريق المناطق اللي هي المناطق الجنوبية فيها انتيازات طبعا جمهوركية جبائية مالية حق حتى عقارية يجب طبعا أن يعرف كل الحاضرين طبعا في هذه اللقاء ما هي الإمكانيات الوطنية وما هي تحفيزة للقيام بعمل التسمار في الجزاء نعم الخبير في الاقتصاد سيد هواريتي غرسي شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات والشكر موصول لسيد عاهد ساميح الرجبي عضو ممثل غرفة صناعة الأردن وعمان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصناعية الصغيرة والمتوسطة أس أم إيز بالأردن شكرا جزيلا لك طبعا ورحب بك في الجزائر ونتمنى لك توفير شكرا لك مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لختم برنامج صاحة الاقتصادية في أمن الآن شكرا لك